ودعوة تحية صباحية مرحبا بك ورحب أيضا بسيد نصردين حارك رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل والسياحة أنا بك سيد نصردين أهلا شكرا على الاستضافة وصباحية مباركة لجميع إن شاء الله مرحبا بك بداية أبدأ معك سيد حمروني هذه الدراسة يعني خلال أوينة الأخيرة كل هيئات الدولية يعني تشير إلى أن الاقتصاد الجزيري بالأخضر صحيح أنه هناك نقائص هناك بعض الأمور التي ليست يعني مئة بالمئة ولكن هناك مؤشرات أن الاقتصاد الجزائري على السكة الصحية بسم الله الرحمن الرحيم أكيد اليوم يعني نوجد لبنة الإصلاحات يعني قانون الاستثمار اللي كان يعني عاجل كثير من المحاور اللي كانت يعني عائق للمستثمر الأجنبي عائق للمستثمر المحلي قانون قوانين يعني أتت بعد قانون الاستثمار قانون منح الأراضي الصناعية طريقة استغلال المناطق الصناعية كل هذه الإصلاحات اللي يعني خليني نقول لك أنها قلصت الفجوة اللي كانت بين القيادة والمتعامل الاتصادي وأيضا اتضحت الصورة وجعلت مناخ استثماري حقيقي في الجزائر كل هذه الإصلاحات أكيد اليوم المستثمر بحكم الجزائر موقعها بحكم الجزائر قربها من أوروبا جوارها لإفريقيا رح تكون قبلة إلى جميع متعامل الاقتصاديين والمستثمرين الذين يريدون الولوج لعالم إفريقيا والسوق الإفريقي الجزائر السوق متعطش داخليا يعني هناك فرص كبيرة في إفريقيا أيضا نسبة كبيرة من النجاح في الاستثمارات عديدة في الجزائر هذا ما يجعل أننا لابد أن نعمل أكثر في أكثر ونجعل الاستثمارات كل الكبيرة تقع في الجزائر ويكون محور استراتيجي بالنسبة للتجارة الإفريقية في الجزائر نعم جيد نقطة مهمة سيد حارك المؤسسات الجزائرية هناك إصلاحات ملموسة في الميدان في وقت سابق كان هناك العديد من العرقيل سواء في البنوك سواء في مجال العقار الاقتصادي والصناعي في مجال قانون الاستثمار اللي كان يتغير مع كل قانون مالية سنويا كان يخلق نوع من التخوف نوع من الارتباك لدى أي مستثمر يفكر في الاستثمار في الجزائر ماذا تغير اليوم خاصة في مجال النقل والسياحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم ورحبكم مرة ثانية وشكرا على الإضافة كما قال زميلي هو بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والنصوص التطبيقية ما يحفز المستثمر الجزائري سواء المستثمر الأجنبي من نقطة البداية بعد صدورها القانون إلى الاتجاه للنموب الاستثمار الوطني في جميع المجالات نحن لا نخصص فقط في مجال السياحة أو مجال النقل أو الفلاحة وغير ذلك اليوم الجزائر بلد مفتوح بعد صدور هذه القوانين والنصوص التطبيقية والتوجه لميادين أخرى خارج نطاق المحروقات للنموب الاقتصاد الوطني واليوم الحمد لله نحن نلاحظ أنه في حركة واضحة وضوحة تام يعني للنموب الاقتصاد الوطني والمبادرة بالنظر إلى الاقتصاد خارج قطاع المحروقات بالنسبة لقطاع السياحة وقطاع النقل هو قطاع النقل دائما يعني لا ننسى هو شرياء العصبي للنموب الاقتصادي لجميع دول العالم ليس فقط الجزائر وإن شاء الله نتمنىه تكون نتيجة إيجابية أكثر في الأيام أو المستقبل إن شاء الله لنمو والنهوض بالاقتصاد الوطني نعم نأمل ذلك سيد حارك سيد حمروني يوم أمس يعني قانون خلال نقاشة هذا البيان أو المسح العالمي اللي قامت به هيئة دولية على الاقتصاد الجزائري كان هناك بعض التصريحات منهم يعني تصريح لرئيس مجلس تجديد الاقتصاد اللي قال أنه التحدي الكبير اليوم هو أنه نستبدلوا الوريدات الجزائرية اللي كانت في وقت سابق يعني تستورد بالعملة الصعبة بإنتاج محلي لازال فتي لازال يبحث عن نفسه في السوق الوطنية لأنه هناك فقدان تقام من طرف المستهلك الجزائري والإنتاج المحلي لازال يعني يجاهد ويكافح من أجل أن يثبت نفسه أمام واردات قطعة أشوات طويلة كيف يمكن اليوم إقناع الجزائري وإقناع المستثمر الجزائري بأنه هناك فرص حقيقية لإنتاج المحلي خلينا نقول لك اليوم يعني كل المحافل اللي حتكون في الجزائر من بينها أيضا يعني التجارة الإفريقية البينية اللي حتكون في 2025 اللي كانت في مصر تضم 50 بلد شارك فيه لينظموا البنك الإفريقي للتصدير لرأس ماله 60 مليار دولار وأبدأ أيضا أنه رح يستثمر في الجزائر ويمول مشاريع الخاصة والعمومية بقرابة 2 مليار دولار كل هذه الأرقام كل هذه الاستثمارات اللي موجودة في الجزائر لازم نتمنوها لازم نفتح لها آفاق جديدة وأيضا يعني كل من يبدي الاستثمار في الجزائر لابد أن يعني نجعل استثماراته ساقطة في الجزائر ومجلسة في الجزائر خليني نقول لك أنه نحيي الأستاذ مولا رئيس تجلي الاقتصادي في كل يعني المجهودات اللي يبدلها منهم أيضا ذكر أنه 7000 مؤسسات رحي وجدة للاستثمار كل هذا يعني عن الأرقام احنا يعني الحمد لله قفزة نوعية من 5 مليار 7 مليار 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات يعني كل هذه الأرقام خليني نقول لك أنها تجعل يعني كل المستثمرين أنها يعني تتوجه للجزائر أكيد في نفس السياق وفي نفس يعني المحور لابد أيضا من العمل يعني بجد وبكثافة والحرص على تطبيق كل ما أتى به وصايا رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية قال يعني خليني نقول لك هذا ما طم أنه خلى يعني كل المستثمرين يعني يبدلوا جهد ويستثمروا في الجزائر ويتكلموا على مشاعرهم في الجزائر أنه قال هو الحامي لكل المشاريع الموجودة في الجزائر واللي حتكون في الجزائر يعني هذا كلام رئيس الجمهورية يعني خليني نقول لك أنه بمثابة يعني الضمان الحقيقي والوحيد اللي يقدر يكون في يعني يشجع المستثمر نعم طيب سيد حارك هناك نقطة مهمة أيضا مشاكل لوجيستيك والنقل خاصة في الموانئ الجزائرية نحن نفكره في أنه نصبح بلد مصدر خارج المحلوقات يعني بعيدا عن المشتقات البترولية كيف يمكن تطوير هذا القطاع الحساس ليعتبر شاريان أي اقتصاد عالمي؟ الأستاذ ابن مالك هو لن ننسى اليوم أن جميع دول العالم هي كل الأعين التجارية متجهة إلى السوق الإفريقي السوق الإفريقي الآن هو سوق مفتوح والبلد الذي لديه نسبة الحظ الأكبر الاستفادة من هذه التجارة أو التوجه أو التوغل في السوق الإفريقي هي الدولة الجزائرية نظرة للحدود الجيغرافية التي تربطها مع العديد من الدول الإفريقية بالنسبة للجانب اللوجستيكي وخاصة في التجارة والتصدير لتقليص من فاطورة الاستيراد نعتمد أكثر أو نحاول اعتماد أكثر عن التصدير عن طريق البر وهذا ما قلت قبل اليوم نجب أن نعتمد على التصدير عن طريق البر باستقلال الآليات اللوجستيكية البرية مثل الشاحنات وما يتم واستقلال ما يتم تحويله أو تصديره من منتوجات وطنية عبر الطريق أو المسلك البري هذا يجعلنا أننا نستغل الفرصة الجيغرافية أو الموقع الجيغرافي للدولة الجزائرية بالابتعاد أو التقليص الضغط على الموانع في خصوص هذه التجارة باتجاه الأسواق الإفريقية التي هي الآن منهج الكثير من الدول العالمية يجب علينا أن نعتمد أو بعد صدور قرار بداية مشروع فتح الطريق بين الدولة الجزائرية الذي أشرف عليه السيد رئيس الجمهورية مع الدولة الشقيقة مع موريتانيا هو هذا شيء إن شاء الله هو شيء جميل لنمو الاقتصاد الوطني ونتمنىه إن شاء الله يتكرر أو تكون معابر مسالك أخرى مسالك رسمية مؤسسة من طرف كل من الدول الإفريقية مباشرة من الدولة الجزائرية لتسهيل عملية التجارة والتصدير نحو الدول الإفريقية إن شاء الله إن شاء الله نأمل ذلك سيد حارك سيد حمروني من بين توصيات هذه الدراسة التي أجريت على اقتصال جزائري أنه ضرورة تطوير المنتجات ضرورة توفير خدمة جديدة تكنولوجيا لأنه استمرار وديمومة المؤسسة مرتبط بمدى تطوير نفسها تطوير منتجاتها وغيرها نشوف أنه هناك شركة عالمية كانت متواجدة في السوق العالمي وكانت متصدرة ربما المشهد الاقتصاد العالمي ولكنها اليوم غير موجودة على غرار شركة نوكيا وغيره كيف يمكن اليوم لشركة الجزائرية أنه تحافظ على ريادتها وتواجدها سواء في السوق الداخلية والسوق الإفريقية والسوق حتى الأوروبية أكيد اليوم يعني خليني نقول لك شوف العملية الاستثمارية هي ليست فلسفة معقدة يعني هي تطلب يعني استراتيجية تطلب يعني فكر جديد تطلب انفتاح إلى العالم الجديد اليوم العالم يتغير أقطاب اقتصادية جديدة تكتولات جديدة استثمارات يعني بطريقة حديثة بطريقة يعني خليني نقول لك جديدة اليوم يعني فلسفة المال والأعمال يحتاج إلى صورة واضحة يحتاج إلى استيعاب أفكار يحتاج إلى التقرب من المتعامل الاقتصادي يحتاج إلى فتح كل يعني النوافد لتخلي الاستثمار يعني يكبر ويتوغل إلى أسواق الأخرى اليوم خليني نقول لك الإدارة المحلية يعني ملزمة ملزمة أنها تواكب العصرانة ملزمة أنها ترقمن إدارتها ملزمة أنها ترافق المستثمر ملزمة أنها تبرز كل يعني الاستثمارات المتاحة في الجزائر اليوم خليني نقول لك راني نمشي ونستغله في عشرين بالمئة ممكن ملحقناش لها إلى كل الطاقات والاستثمارات الموجودة في الجزائر يعني هذه النسبة هذه خليني نقول لك أنه لابد أننا نعمل أكثر وأكثر لكي نصل إلى استثمارات كبيرة لكي نصل إلى التكامل الاقتصادي الحقيقي بين البلدان الإفريقية والجزائر يعني خليني نقول لك بللي اليوم لابد أن ننفتح إلى هذا العالم المتغير والمتسارع في كل يعني المجالات أركانو نعم اليوم خليني نقول لك أنه المنوال القادم اللي كنا نسيروا فيه والعقليات والسياسات اللي كانت يعني المتهجة في الوطن اليوم خلاص يعني مدة صلاحيتها انتهى اليوم من عنده يعني نظرة واستشراف وعنده القدرة وعنده يعني الحكمة لكي يعني يجعل كل مستثمر يتجه إلى إفريقيا سقوطه في الجزائر مرحبا ونحن رأينا موجودين كمنظمات وكرجال أعمال ورأينا أن نبذل كل جهد دينا أننا كل المستثمرين يريدون الولوج إلى عالم إفريقيا الجزائر هي المكان الآمن بحكمها أنها شعب محتضين لكل ثقافات شعب منبسط السلم استقرار سياسي استقرار اجتماعي الحمد لله الجزائر منبسطة وبلد آمن ويجعل كل المزايا التي فيه كل من يريد الولوج إلى إفريقيا وعالم المال والأعمال في إفريقيا سقوطه في الجزائر سيد حارك نفس السؤال تقريبا هل صاحب المؤسسة الجزائرية على دراية بتطورات وتقلبات سوق العالمي والاقتصاد العالمي بصفة عمل هو قادر على المنافسة قادر على تطوير المنتج تاعة وقادر على تطوير المؤسسة يبحث عن تكنولوجيا هل هذه السمات والمميزات متوفرة في مسير الشركة الجزائرية لا خب المالكة حنا من قدروش نقول أنه صاحب جميع المؤسسات أو رؤساء جميع المؤسسات الجزائرية هم على دراية في أعالى دراية ولكن كل شخص على دراية بمجال عمله نقدش كما نقوله مثلا إنسان في المجال كذا أنه يكون على دراية في المجال الثاني لا في مجاله يعني يشتهد في مجاله يشتهد في مجاله ولكن ليس على دراية كافية بالإضافة كما كالأخي وصديقي العزيز نحن اليوم يجب أو الإدارة الجزائرية ملزمة بتقديم جميع التسهيلات للمستثمر سواء الجزائري أو الأجنبي نعم كما أنه الآن بلادنا هي في مرحلة استقرار ورسم خطة أو خارطة طريق للنمو بالاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات لما نقول نحن نبتعد خارج قطاع المحروقات أن نحن اليوم كمنظمات وكونفيدراليات ومجالس ونقابات ومنظمات ومستثمرين وإدارة جزائرية يجب التقرب والاحتكاك مع بعضنا البعض التكامل لتصل الفكرة أو تصل المعلومة التجارة أو التطورات التجارية الدولية للجميع بطريقة أسهل ما يسهل على المستثمر سواء الجزائري أو الأجنبي التطوير من نفسه والتطوير من تجارته والتطوير من عمله نعم طيب سيد حمروني أخر كلمة ما هي التوصيات المرفوعة بالنسبة لسواء صناع القرار في الجزائر حكومة الجزائرية سلطة التنفيذية والمستثمرين الجزائرين والأجانب بصفة عامة والله بصفة عامة خلينا أقول لك أنه اليوم يعني لابد من يعني تجسيد كل وصايا رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية قال أنه راح يكون في أنصب أعينه يعني الاقتصاد نعم يعني هذا همه الوحيد الآن يريد الصلاحات اللي جابيها قانون الاستثماري الجسد الكل يعمل ويجتهد ومن ليس له القدرة في الاجتهاد والعمل يترك المكان للغير اليوم ما عندناش الوقت اللي نزيدو يعني نضيعوه ما عندناش الوقت أننا نخليوا بلادنا دائما منغلقة بلادنا دائما يعني منحصرة على بعض النشاطات اليوم العالم تغير لازم نتغيروا معه اليوم العالم منفتح لازم نتفتحوا معه اليوم يعني التجارة تغير أصبحت فن علم بارك الله فيك اليوم يعني الكل لازم يتغير مع العالم المتغير لازم يعني نكونوا في المحافلة الدولية دائما لازم الاستثمارات الكبيرة نجعلوها تسقط في الجزائر لازم نخليوا سلاسة أو اجتهاد إداري أيضا يعني لتبسيط العملية الاستثمارية في الجزائر واليوم رئيس الجمهورية قال كل من يقف أمام عجلة الاستثمار سوف يلقاني أنا هو الخصم دياله هذا يعني دليل واضح أنه يعني قيادة تريد يعني بعض الاستثمار والإقلاع الحقيقي لإقتصار الجزائر نعم طيب سيد حارك آخر كلمة ما هي توصيات وما هي ربما القواعد الواجب توفرها يعني باختصار الله نحن كل التوصيات يعني نحن نتقدمه بجزيرة الشكر إلى كل من ساهم في تطوير عجلة الاقتصاد الوطني الجزائري نعم عن التوصيات لهم بلدنا آمنة جد وآمنة مؤمنة بإذن الله نتمنى التجسيد في الواقع والانطلاق والابتعاد عن الشعارات والابتعاد عن الشعارات والابتعاد عن البروتوكولات إلى غير ذلك من التجسيد والانطلاق سواء من المستثمر الجزائري أو صاحب المؤسسة سواء من الإدارة المسؤولة نعم شكرا لكم على كل مقدم ولك جزيز شكر سيد انصر الدين حارك رئيس الفيدرالي الوطني النقل والسياحة شكرا لك لك وجزيز سيد اسماعيل حمروني رئيس مجلس تلسيط مارو تعاون دولي شكرا لكم على كل مقدمته شكرا لكم مشاهدين مستمرون معكم إلى موضوعنا